صباح الخير زميلة سمر صباح الخير لزميلة نسرين صباح الخير على كل مشاهدين عبر الشاشة التلفزيون الأردني ومستمعين عبر أثير إذاعة الأمن العام حقيقة بليلة الأمس كانت ليلة عصيبة على كل الأردنيين كانت عصيبة على الأردنيين في المملكة الأردني الهاشمية وكذلك على الأردنيين اللي بخارج الوطن حقيقة من كل أقطار العالم وكانوا ينتظرون ويترقبون دائما ما ستسفر عنه هذه العملية لكن كلنا كان ثقة بأجهزتنا الأمنية كلنا كان ثقة بأن أجهزتنا الأمنية قادرة على التعامل مع هذا الحدث وغيره من الأحداث التي يمكن أن تهدد أمن الوطن والمواطن الحمد لله رب العالمين انتهت هذه العملية وأصدر الأمن العام وقوات الدرك بيانا مشتركا حول تفاصيل هذه العملية يسعدنا في هذا الصباح يكون معنا في استوديو إذاعة الأمن العام مباشرة العقيد خضر الخطاب مدير إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام خضر بيك يعطيك العافية سيدي والله يقويك إن شاء الله رب العالمين وبالبداية يعني نعزي أنفسنا ونعزي ذوينا من أهل الشهداء وكذلك أيضا حقيقة نتمنى الشفاء العاجل للمصابين ما حدث بالأمس خضر بيك يعني حدث ونتائجه أصبحت بين أيدينا وأعلمناها لكل مواطنين رافق هذه العملية عدد من الممارسات عدد من السلوكيات للمواطنين عدد من الممارسات على مواقع التواصل الاجتماعي ما هي رسالة الأمن العام في هذا الصدد ما هي الدروس التي يمكن أن نستخلصها من هذه العملية ومباشرة على مسامع إخواننا المستمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلى الله سيدنا محمد وعلى الله صحيح وسلم بالبداية صباح الخير عليك وعلى سمار ونسرين وبرك الله في الجميع وفي كافة الإخوة المستمعين والمشاهدين للتلفزيون الأردني حقيقة يعني بس التصحيح بسيط أو إضافة بسيطة لما تفضلت به في مستهل حديثك أنه الليلة لم تكن عصيبة فقط على الأردنيين سواء في الأردن أو في الخارج بل كانت عصيبة على كل إنسان على كل إنسان يعشق الإنسانية ويعشق الأمن والحب والسلام والاحترام والأمان لأنه كل إنسان يعشق هذه المبادئ وهذه القيم أكيد ما بيكون راضي عن اللي حدث بالأمس قدم جهاز الأمن العام أربعة شهداء ودرك ثلاثة رحمة الله عليهم واثنين من المواطنين رحمة الله عليهم أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا جميعهم شهداء وسائح ضيفة على الأردن الأردن البلد المضياف بلد الهواشم الذي فاتح ذراعي لكل إنسان لأن يزور هذا البلد من الجنسية الكندية نسأل الله الرحمة للجميع ما حدث بالأمس هناك أجهزة معينة تتعامل معه نعم سواء أجهزة مكافحة قوة تتعامل بنفس اللحظة مع الحدث أو أجهزة التحقيق باشرة من اللحظة الأولى التحقيق وجمع المعلومات وما إلى ذلك ولن تتوقف عند هذا الحد بل ستتابع أعمالها بطمئن بالبداية المواطنين أنه فعلا أجهزتنا الأمنية والأجهزة الاستخبارية عندنا على درجة من الكفاءة والقدرة والدراية بحيث إن شاء الله ستصل إلى كافة المعلومات لكن هناك شيء منطقي أننا نحتاج إلى وقت دائما نحتاج إلى وقت الضغط اللي بيحصل من المحيط إنه والله ليش ما بتطلعوا ليش ما بتحكوا ليش مكافحة هذا يضر بسير العملية سواء عملية الدفاع الدفاع أو عملية التحقيق أو ما إلى ذلك الأمر الآخر نستذكر قبل أقل من شهر أو شهر زمان لما قتلت الأم رحمة الله عليها اللي قتلها ابنها واستغل هذا الوضع بعض الأشخاص السيئين وحاولوا إيدخل بعض المعلومات الخاطئة على المخدرات بهدف زيادة نشر مشكلة المخدرات وزيادة أسماء لم تكن موجودة ونقل عادات لم تكن موجودة متعلقة بالمخدرات موجودة في أقاليم أخرى حتى ليست موجودة في أفمنا هذا أيضا بالأمس حدث مباشرة وجدنا صور مباشرة زرعت فتنة بين بعض الجنسيات على مواقع التواصل الاجتماعي الارهاب الأول من الجنسية الفلانية يلعن كذا هذا لا يجوز حتى لو كان من جنسية معينة ما في جنسية كلها سيئة أو ما في جنسية كلها محترمة هذه إشاعات المقصود فيها زيادة مصيبة البلد لا قدر الله وزيادة المأساة من المستفيد من اللي حصل هم الأشخاص الإرهابيين اللي قتلوا بالأمس ولن ينجحوا لا هم ولا غيرهم بأمر الله سبحانه وتعالى لكن هم المستفيد الأول من كل الإشاعات اللي طلعت بالأمس نزلوا صور نزلوا كذا على الفيسبوك لما كانوا الشباب عندنا يتابعوا المواقع الالكترونية وتابعوا مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الشتائم والمسبات وما إلى ذلك شاهدناها للأسف هي مأساوية هي لا تقل ألم عن ما حدث بالأمس لما منلاحظ أنه قاعد اللحمة والشيء الطيب اللي شفناه في الكارك مبارح كان يجب أن يكون على مستوى خنقول وطن العربي كامل مش بس على مستوى الكارك نفسها برضو اللي سارعوا بكل أسف يعني أنت قدمت شيء كويس ليش تسارع إلى جلد الأجهزة الأمنية ليش تحاول تبرز قدراتك ونشاطك على حساب الآخرين إحنا سنساهم في إبراز قدراتك وتأكد تماما أنه جهاز الأمن العام وباقي الأجهزة الأمنية والأجهزة الاستخبارية والقوات المسلحة والحكومة كاملة لن تتردد في أن تتحدث إنه بالله هذا المواطن قدم وهذا المواطن عمل وهذا المواطن سوى ولولا هذا المواطن لا عجزنا عن كذا لأنه أصلا الأجهزة الأمنية بدون المواطن يعني لا تستطيع أن تحقق حمالها هناك شراكة حقيقية أنا دائما بأحكي أن الأمن العام هو الشريك والمواطن هو الأصيل نعم المواطن هو الأصيل ونحن الشركاء إحنا لا نعلم الغيب إن لم يقدم لنا المواطن شيء ومعلومات نحن لا نستطيع أن نصل إلى اللي بيكون عدد سكانه 10 أو 20 ألف ممكن يكون فيه سيارة 12 دوريتين ثلاث لكن فيه 20 ألف مواطن يعني خذر بيك بنفس الإطار خلينا له موضوع مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين أنا أقدر يعني عاليا حب الاستطلاع عند الصحفيين وعند الإعلاميين وأنه دائما يبحث عن الخبر يبحث عن المعلومة وبالتالي يمكن أن يكون بحثوا عن هذه المعلومة مبررا أما حال الحصول على المعلومة النشر نشر المعلومة في أوقات مثل اللي مرت علينا بالأمس بطريقة يمكن أن تكون غير مهنية هذا إذا جازنا التعبير مع الإعلاميين وصحفيين فما بالك إذا كان هذا مواطن عادي بسيط احتل بروفايله الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح هذا البروفايل يعني منصة لنشر المعلومات والفيديوهات والصور وغيرها مما يؤثر ممكن بصورة من الأحوال على سير العملية في الميدان يعني ماذا تقول في هذا الإطار سيدي مبارح يعني معظم الوقت كنت قاعد أنا وعامر السرطاوي ومحمود الشياب اللي هو الناطق الإعلامي ومحمود بيك الناطق الإعلامي للدرك نعم وهناك مجموعة حقيقة من الإعلاميين على مستوى من الرقي الفكري والمهنية إنهم كانوا يحكم معنا أولا بأول سواء معي أو مع عامر أو مع محمود في معلومة وسطنا هيك في معلومة وناس يودينا منهم على الواتساب شو رأيك فيهاي شو رأيك فيهاي نقولهم هذا الحكي مثلا مش صحيح نقولهم هذا الحكي صحيح إيش نأكدوا حسب الواقع الحقيقي يعني لكن للأسف كنا نفاجأ منه إعلاميين بقولك الموحل الفلاني نزل كذا كذا يكون فعلا منزل شيء يعني أبدا عاري عن الصحة ولا علاقة له بالصحة يعني هل هدفك أنك أنت يطلع اسمك أكثر ما الهدف نعم هنا واضح تماما واضح تماما أنه هدفه اسمه إن لم يكن اسمه فاسم الصحيفة تبعته أو اسم المؤسسة وإن اسم الوطن ما إلو قيمة بكل أسف عندهم أنا هذا بحكي عنني يبدو أنه ما إلو قيمة عندهم من يسعى لتحقيق اسمه على حساب الوطن الوطن ما إلو قيمة ما هي رسالتنا في هذا الصباح رسالتنا أن يتق الله سبحانه وتعالى في بلده يتق الله سبحانه وتعالى في الوطن الوطن يحتاج دائما أي وطن في العالم يحتاج إلى أبناؤه إذا أبناؤه ما نهضوا فيه مم ينهض فيه الأجهزة العسكرية أنا بكررها غير قادرة على النهوض بالوطن لوحده في أي دولة في العالم إن لم يكن المواطن هو الحجر الأساسي الذي نبني عليه وننهض من خلاله إذا رسالتنا هي الشراكة الحقيقية للمواطن والإعلاميين باقي الجسد الإعلامي الأردين أن يكون دائما متحد وأن يصير ينبذ الذات نكران الذات نهائيا نحن نسعى لمصلحة الوطن لذلك لا نقوم إلا بما يحقق مصلحة الوطن وليس بما للأسف يخلق البلبلة والقلقلة عشرات بديش أبالغ وأقول الآلاف لكن صدق من مئات الاتصالات اللي جتنا مبارح من معارف وأهل وأصدقائك شو فيه سمعنا هيك فيه طيب صارت لاخنار في وادي موسى طيب صارت لاخنار في إربد طيب فيه سمعنا فيه ليش ليش الحكي هذا أي جريمة قتل حصلت مبارح أو سرقة أو محاولة أو هوشي صارت مبارح ربطوها في الحدث هذا بعض العلابيين يعني حقيقة بدي أشكرك خضر بيك لأنه للوقت المخصص لنا عبر شاشة التلفزيون في هذا الربط إذا يعني كان لديك أيضا من المعلومات يمكن أن تتفضل بالبقاء معنا عبر أثير إذاعة الأمن العام أشكر الزملاء في التلفزيون الأردني الزميلة نسرين والزميلة سمار هذه رسالتنا الصباحية عبر هذا الربط المباشر أعود إليكم مع كل الاحترام